المليشيات اليوم استقابت وكان خطاب المشاط واضح جدا أنه يخاطب قادة الحزاب بأنكم أنتم تعرقلون مسألة صرف دول العدوان للرواتب يعني عبارة ليس سفية من الحياة بشيء أن تقول أنه أنا منتظر رواتب من دول العدوان لكن المليشيات الحوثية بهذه المفاوضات هي اليوم تحاول الهروب من هذه الثورة القوية التي تقوم ضدها في صنعها وتابعنا نحن تصريحات قوية لقادة أحزاب ومشايخ ومنظمات حقوقية ونقابات تدعو إلى أنه وصلت لمرحة أنه لابد على المليشيات من صرف الرواتب ولابد من الاتزام باستحقاقاتها ناحية الشعب إذن أنا أقول وبالحق وواحد ما تقوم بالمليشيات الحوثية هو هروب من هذه الثورة اليوم ومارسة عمل التسويف طبعا الرياض تقوم بدور غير مفهوم متاتا يعني أنه أنت الحوثي تصريحات محمد عبد السلام عند وصوله من عمان إلى صنعاء أنا سمعته وفي تصريح يقول أنه أمام دول العدوان يصف سعودية بالدول العدوان فرصة الأخيرة التي تقوم بها الآن عمان للوصول إلى السلام إذن الحوثيين يصنفوا السعودية ويصنفوا الإمارات ويصنفوا التعالف بالعدوان بينما تتحدث السعودية وكأنها تستضيف هذه المليشيات لأنفوضات